السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير رحي الله الجميع الآن تقريبا عمر النباتات من وضع البذرة تقريبا لهم شهر ويومين فيهم منهم طلع بعد خمسة يوم ومنهم طلع بعد ثمانية يوم ومنهم طلع بعد عشرة يوم وخمسة عشر يوم يعني بعض الشتلات عمرها الآن خمسة عشر يوم من خروج البادرات من البذرة كل شيء تمام الحمد لله عندي نمواته كل شيء تمام ما فيهم أي مشكلة إلا عندي الخيار فيهم تقزم شوي لكن إنه إن شاء الله في الفترة الجاية إن شاء الله بعد هذا الفيديو إن شاء الله رح أسوي طريقة إذا في حالة صار عندك تقزم للنبات أو توقف القمة النامية عن النمو رح إن شاء الله أسوي هذا الفيديو اليوم سويت هذا الفيديو على اساس أنه كثير من الشباب يقول لك وين أنت هالفتري راحة تقريبا لسبع أيام ما نزل الفيديوات فقلت ننزل هذا الفيديو ونشرح فيه ما هي المحلية المستخدمة طبعا المحلية المستخدمة هو رقم خمسة اللي يعرف المحلية اللي سويتهم هو رقم خمسة يعتبر للنماء الخضري هذا القسم الطماط طماط طبعا فيه تقريبا حوالي ثمانية أو تسعة تقريبا أو سبعة تقريبا أنواع من أنواع الطماط وهذا بعد كذلك البازالية بدأ بالتزهير وهنا القرع والفلفل والبيتجان وهنا الغسم الفاكهة وهذا التيم بدأ بالنموات الجديدة كذلك ما إن شاء الله صحتهم زين salt طماط هذا الكوس ban الكوس بدأ بالأمي إن شاء الله سيأسبوع سيأكل الداخل من الكوس إن شاء الله هذه الفراولة بدأ بالتزهير الفراولة بدأ بالتزهير أغلبها بدأ بالتزهير كذلك الورقيات ووورقيات سيجلل الخيس ونحطهم في الخلف إن شاء الله ونخليهم إن شاء الله تنضطوا هذا البقدونس ما شاء الله تبارك الله غرقته ما شاء الله كبير وهذا إلى حين ما قصناه هذه أول إنتاج الكراث قصيته أول إنتاج قصيته طبعا ما استخدمت قصيته بس أستيسير يسمك ويسير سميك هذه كلها كوسة هذا الخيار طبعا هذا الباميا طبعا هذا كل قسم باميا إلى الأخير حطم فيه جح اللي هو الرقي أو البطيخ طبعا الأملاح الآن عندي تقريبا أغلب المحمية تقريبا 700 نسبة الأملاح 700 حيالا نصير أنزل شوي حيالا نصير أعلى شوي على حسب ظروفك بالنسبة للفراولة الآن 600 الفراولة 600 550 600 بهال الرقم كذا البيتش على ستة كل الأنظمة عندي البيتش على ستة عندي خلايا التبريد روعة روعة جدا جدا لا تهربات ولا تنزيمات ولا أي حاجة ما شاء الله تبارك الله الآن درجة الحرارة من 25 إلى 28 ضابطها الرطوبة دائما بين الخمسين إلى الثمانين دائما الرطوبة حالة النباتات ممتازة بالنسبة للرش الحشري تقريبا رشيت مرة واحدة رش حشري باكو وان باكو وان طبعا المادة الفعالة حقه ماترين كذلك رشيت مرة مبيت فطري أو كذلك يعني طبعا أنا أرش بالرشاش جميع الأوراق وبعدين أجي عند الجذر عند الجذور في هذا المنطقة وأصلط الرشاش في فوق الجذور على أساس أنه ينشط النبات إذا كان فيه تعفن جذور ولا حاجة ولا ينشط النبات بحيث أنه ينطلق زيادة شوف ما شاء الله تبارك الله إذا ضبطت الري شوف وش يسوي النبات شوف النموات كيف شوف هنا متوقف النمو مجرد ما ضبطنا الري شوف ما شاء الله على طول طلعت فوق شوف كيف طلعت من وسط الشتلة إلى الأعلى هذا الدليل أن الرأي عندكم ممتاز